ومعنا من برلين سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الامريكي الايراني في العراق مرحبا بك معنا سيد علي أهلا وسهلا يعني عندما نتابع ونقرأ ما تقوله مفوضية حقوق الانسان من أن هناك 70 ألف أمر إلقاء قبض في نينوة وحدها وفقتهم كيدية كما أشارت المفوضية ماذا تعني لكم هذه الإحصائية؟ سيد الكريم منذ العام 2003 سواء على منذ أن وطع الاحتلال أرض العراق سواء الاحتلال الأمريكي أو ما ترتب عليه من احتلال آخر بعد ذلك لم يكن في يوم من الأيام القصد بدل الاعتقال هو التحقيق أو جمع معلومات أو معاقبة مسيح القصد والأصل في الاعتقال في العراق هو معاقبة وقتل وترهيب وتعذيب وخفاء قسري أكبر مجموعة معينة من الناس هذا هو القصد الاعتقال في العراق لا توجد برامج لدها ما تسمى الحكومة العراقية لإنقاذ المعتقلين لأن هذه الحكومة هي حكومة انتقامية الأجهزة الأمنية التي تعمل فيها مخترقة من البنيشات كذلك هي أجهزة انتقامية القصد منها قتل الناس إذلالهم تعذيبهم إخفاهم قسرا منحهم من تقييد حريتهم بأي وسيلة كانت الأمر الآخر فيما يخص عمليات أوامر الاعتقال لدينا معلومات أن هناك عمليات أوامر قبض صدرت على ناس متوفين منذ أكثر من عشرين سنة ولا ضباط اشتركوا في الحرب العراقية الإيرانية وتستشهدوا في ذلك الوقت هناك هوامر قبض تصدر لهذا الدور هناك معلومات عن قوائم قوائم يتم سحبها من دائرة النفوس للدين النفوس طيب طالما وفقا لما تقول سيد علي طالما أن هناك تعمد حكومي واضح تجاه هؤلاء المعتقلين وموضوع التصفية لهؤلاء المعتقلين دون تقديم أدنى حقوق إنسانية لهم السؤال التالي سيكون بقطعا لماذا تلجأ الحكومة إلى ذلك؟ هل تريد أن تتخلص من هؤلاء الناس؟ لأنها حكومة لا تمثل هموم الشعب العراقي بل حكومة تمثل أجندة خاصة مختصة بالاحتلالين سواء الاحتلال الأمريكي والاحتلال الهيراني هذه أجندة الحكومة تتعارض وتتضارب مع إعطاء العراقيين من أي مكون الكامل وخاصة المكونات التي في المناطق المنقوبة في محافظة صلاح الدين والديالة والأمبار والموصل هذه الحكومة أليفة عملها الآن هو قتل هؤلاء وتشريدهم وترهيدهم فلا تجدد أي برامج إصلاح لحالهم أو مساعدتهم كيف ينعكز ذلك على الأجيال القادمة في العراق؟ خلاص يما أن مؤسسة كبيرة مثل هيومن رايس ووش تقول أن هناك نساء مع أطفالهن محتجزات في هذه الزنازين في زنزانة واحدة بالموصل سيدي لدينا قصص واتصدنا مع هيومن رايس ووش ومنظمات أخرى وأكدنا لهم أن هناك أطفال الآن في زنازين بلغ يعني بلغ عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو راح يصل إلى خمس سنوات هذا الطفل حتى الآن يعني حين تحدث عن شجرة أو أصفور أو تحدث عن سيارة لا يعرف معنا هذه الكلمات هذا الطفل نشأ نشأ في زنزانة هذه هي الكارثة ولذلك الأمر في العراق أما ما يخص التصريحات لتصدر من ما تسمى أعضاء البرلمان أو هيئة حقوق الإنسان فأنا أعتقد بأن هذه لا فائدة منها والقصد منها هو نزاعات وتسجيل مواقف وتسجيل دعاية انتخابية هذا القصد منها وأن هؤلاء لو أرادوا أن يتحركون تحرك صحيح في منفعة للعراقيين وعلى الأقل للناس الذين ينتخبوهم لتحركوا في المحافل الدولية كانهم الآن يتجون إلى المحافل الدولية ويرفعهم في كاوي عفاداتهم لدى المنظمات الدولية أما هذا التصريحات الإعلامية فهذه دخالية من المحافل الدولية من المخول بذلك برفع دعاوى أو شكاوى لمنظمات دولية؟ هل هي الحكومة ذاتها أو هل هو البرلمان؟ هل أن هناك منظمات حقوقية عراقية قد تفعل ذلك؟ المنظمات الحقوقية العراقية فعلت وتفعل ذلك كل يوم لكن الأمر الآن بنوك في قرار من مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص لمتابعة قضايا المعتقلين وتعيين مقرر خاص من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لا يتم إلا عن طريق دولة لازم أحد الدول تتقدم في هذا الأمر فالحكومة العراقية لا يمكن تتقدم بهذا الأمر لأنه هي الحكومة بكل أعضاء برلمانها وهيئاتها وشرطتها وجيشها وبرلمانها وكل مسمياتها متورطة بهذا الجرائم أما يبقى الأمر على الدول الجوار أو دول تتحاطف مع العراق للأسف نحن كمنظمات إنسانية وكناشطين في مجال حقوق الإنسان نتحرق على هذه الدول رغم أن هناك دول يعني لديها مصالح تتقاطع معنا في هذا المجال بسبب أن من يلغب دماء العراقيين الآن هي الجهات أصبح شرها مستطير على دول الجوار وصلت الفكرة وصلت الفكرة أستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي والإيراني كنت معنا من برليل ترجمة نانسي قنقر